اشتركوا في القناة دعين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة على سمو رئيس الوزراء اعواما عديدة وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى مملكة البحرين الغالية والامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يحفظ الوطن الغالي وكافة ابنائه وقد بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النايب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعرب فيها سموه عن خالص تقديره واعتزازه بمشاعر سمو ولي العهد النبيلة معربا لسموه عن اخلص التهاني والتبركات بهذه المناسبة المباركة دعين الله سبحانه وتعالى ان يعيد مثل هذه المناسبة عليه بوافر الصحة والسعادة وان يرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمعا جائحة فيروس كورونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة